من القصص التي كانت في عهد النبوة وقد أشارت إليها الآيات القرآنية تلك الآيات التي أشارت إلى موضوع المواريث فقد روى أهل السنن أن امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سعدا هلك وقد ترك بنتيني وأخاه فعمد أخوه فقبض جميع ما ترك سعد وإن ابنتيه إنما ينكحان إذا كان عندهما شيء من مال فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم المرأة في ذلك المجلس ثم جاءته مرة أخرى فقالت يا رسول الله ابنتا سعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو لي أخاه فجاء أخو سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادفع إلى ابنتي سعد الثلثين وادفع إلى امرأته الثمن ولكما بقي فالبنتان لهما ثلثان والمرأة لها الثمن لكون تلك المرأة لها أبناء ولكون المتوفى عنه له أبناء فكان هذا من سبب نزول آية المواريث شكرا للمشاهدة شكرا